الحب لله الذي يدعو إلى دار السلام بفضله ورحمته ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وأشفره وأستعينه وأستهديه وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق شهادة أهل الإيمان واليقين أرجو بها النجاة في الحياة الدنيا والبرزخ ويوم الدين من الأذاب المحيل وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله خير من دعا إلى الله وعمل صالها وقال إنني من المسلمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن احتدى بحديه ودعا بدعوته إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين أما بعد إباد الله الكرام أوسيكم ونقصي بتقوى الله عز وجل فقد فاز وصيد المتقون وخاب وخسر المطلون ثم اعلموا رحمكم الله أن الله الذي خلق الخليقة كلف المكلفين بأوامره ونواهيه ولم يكلهم إلى أقولهم ليعرفوه ويوحدوه ويقدروه حق قدره بل أرسل إليهم رسلا كراما وبعث فيهم أنبياء إظاما جعلهم أمناء على وحيه ووسطاء في تبليغ رسالته وعنزل على أمم الأرض كتبه فيها تبيان كل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ألا وإن خير كتاب عوزل ألا أعزم نبي بؤث وأرسل هو كتاب الله الفرقان الذي قال الله في حقه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للآلمين نذيرا وجعله شرفا لنا وفخرا من مفاخرنا فقال سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقد شهدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدى رسالة ربه وعدى أمانة ربه وقد ترك أمته على المحجة البيضاء النقية الغراء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا حالك وما من خير إلا وقد دل أمته عليه وما من شر إلا وقد هذر أمته منه وقد علمتم ما جاء به صلى الله عليه وسلم وفرده من السمء والطاعة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عطيء الله وعطيء الرسول وأولي الأمر منكم ولم يستسم سبحانه برا من فاجر ونهى صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر إذا أفدى إلى الخروج عن طاعة ولي الأمر ونهى عن كتالهم لما فيه من الفصاد فالعبادة بن الصامد رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فكان فيها أخذ علينا أم بايعنا على السمء والطاعة في مكرهنا ومنشطنا وأسرنا ويسرنا وأثرة علينا وعلا ننازئ الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواها إن بكن فيه من الله برحان أخرجاه في الصحيحين وعن خزيفة بن اليمن رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمع وعطئ للأمير وإن درب زهرك وأخذ مالك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرأى في أميره شيئا يكره فليصبر فإنه ليس أهد من الناس خرج من السلطان شبرة فمات إلا مات ميتة جاهلية رواه مسلم ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب الصمء والطاعة لولاة الأمور بالمعروف وها هي بعض أقوال الأئمة أهل السنة والجماعة في ذلك صلفا وخلفا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول الصنة والصمء والطاعة للأئمة وعمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه وردوا به وقال إمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح الصنة ولا يهل لأهد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا وقال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث قال كما جاء في مجموء الفتاوة فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولات الأمور واجبة لأمر الله بداعتهم وقال الإمام الطهاوي رحمه الله في كتابه أقيدة الطهاوية ولا نرى الخروج على أئمتنا ولات أمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم وقال ابن ورجب الحنبل رحمه الله وعم الصمئ والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتزم مصالح الإباد في معايشهم وبها يستعينون على إزهار دينهم وطاعة ربهم وقال الأنلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره وعمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بقاعتهم والعنقياد لهم وقال سماحة الأنلامة عبد العزيز بن باس رحمه الله كما جاءت مجموء فتاواه وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والألماء وقد جاءت الصنة الصحيحة تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريدة في المعروف إباد الله الكرام والسبب الذي جعلني الذكر هذه الأدلة والأقوال الأولماء صلفا وخلفا هو ما يحدث في دولتنا ناجيريا حرَّصها الله تعالى من خروج بعض الشباب في جنوب ناجيريا وبعض الولايات في شمالها باسم المظاهرات والخروج على رئيس الدولة حفظه الله إِلَّمُوا أيها الإخوة الكرام الإسلام والمسلمون المؤمنون الصادقون في إيمانهم بريء من هذه الفعلة الشنيئة وليس من هدي الإسلام وليس من هدي الصلف الصالح رضي الله عنهم بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه لما فيه يرده وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله الكرام اعلموا أن المظاهرات إبارة عن تجمعات غوغائية يشترك في المطالبات بها الغر والكافر يجوبون فيها الشوارع والميادين ولهم شعارات ولافتات بأصوات آلية منكرة وحركات بغيدة واختلاق منكر بين الرجال والنساء يحرمها الإسلام ويعباه الشرف والمروء وغالبا أو تسعة وتسئين في المئة أن يكون فيها تخريب وتدمير للممتلكات ونهب للمتاجر وإحراق للسيارات ويكون فيها صفق للدماء قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بحتانا وإثما مبينا قال سماحة الألامة الشيق عبدالعزيز بن باز رحمه الله لا أرى المظاهرات الرجالية والنسائية من الإلاج ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعد الناس والتعدي ألا بعد الناس بغير حق ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنسيهة والدعوة إلى الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاثة عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات وقال الشيخ محمد صالح الأسيمين رحمه الله لا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات وما أشبه ذلك لا نؤيدها إطلاقا ويمكن الإسلاح بدونها لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بط مثل هذه الأمور وقال معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ديننا ليس دين فودة ديننا دين اندباط دين نظام ودين سكينة والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة لا فودة فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن هذا هو دين الإسلام هذه المظاهرات تحدث فتنا وتحدث صفك دماء وتحدث وتخريب الأموال الدرر لا يغالل الدرر فإذا هدس حادثة فيها درر أو منكر فليس الحل أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب هذا ليس حلا زيادة شر بس اللهم اثقنا إلى ما تحب و تبدأ وجعلنا ممن يستمئون الكولى فيتبئون أحسن دقن قوديا تاتب بطاقة اللامات ودين رائد الموزوى وانن يني نجمع يني نشيدة غوة الربيع الأول هجرر النبي صلى الله عليه وسلم ودينة دبوء داري حدوء داربئين دبيو ديدي وان ديزو ديدي داشرين داوكو غوة 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 شكرة تدبو بيو داشرين ديدي ملاديا تاكيو هؤدو بامو عيو شيني هؤون چين زنغ زنغة زنغة أمهنغة تأل قرآني دا هديسان النبي صلى الله عليه وسلم مناغو ديو اللامات دوكو كيسركي مناني منغافران سدفلل السدر حمانسا منارو قيش دا يكاري مدك شرين كاونم دمونا ننأيوكم مو كما يغافر تامان زنبام ناشيدة بابو أبين بوتا داقس كيسي اللاشي كده يكباشد أبو كنتاريا كما للا لأنبي محمد صلى الله عليه وسلم ابا وانشنه مانزنشن وانده ايقوشي زواغ الوما باكية حما يأيسد ساقو كميني دا اللا ايقوشي دا ميشي صبتة قوانا النبي مدرجا دا متاناني دانشي دا صحبانسا دا دقوان دا سكابيس دا كوتا توا حزو عرانان ساکامكو ما يهكا ياكو انوا باين الله انا منا وسييا دامو جس ورن الله إنه شخص وأعطيه هناك ما هو من أطلق هذه الخيارات وهذا هم أنه أطلق من أطلق إنه قد أطلق الأزل إنه رحمة لأنه موجود أطلق في طلب إيه إنه تكن قد أفضل تلك الفيديك حيث أن على نوع نسنتهى التعتمد في يوم أحب أن أجل ترجمة نانسي قنقر 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 نعم احمد بن حناب الرقم لنهاری سنهان كان هناك علام رقمته قلت برج ما انهار سنهان امیل المؤمنين نحن لن نقول اللہ تعالیٰ اس طاق اس قتل الصيديوهين يتواجدون الشيخ الإسلامي السجاد، وصول الشيخ الإسلام أبن الثيمية يقولون أني مجموع فتاة في هذا النساء الأنساء يقولون أني يكون هذا النساء البرمسيس واني يكون بهذا النساء المسلمية ولكن الذي ذكر شبه من رائوان دونيا ورائوان من اللاهرة ترجمة نانسية 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 نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية ترجمة نانسية